عام خامس يبدأ من عمر قناة بلقيس صوت اليمنيين وحامل همومهم وأحلامهم بلقيس وليدة الحرب ونصيرة ضحاياها المتساقطين على هامش جريمة الانقلاب وخذلان الشرعية وأطماع الحليف الخارجي صوت المخفيين المبعث من خلف قطبان ميليشيا الحوثي والتحالف وميليشياته كأول قناة يمنية إخبارية اختارت أن تضع المشاهدة أمام الحقيقة كما هي دون انحيازات أو حسابات تنتقص من حق الضحايا مع استمرار الحرب واتساع رقعة الأزمات وتعقد القضايا الوطنية وتداخلاتها محليا وإقليميا تكبر مسؤولية قناة بلقيس ويزداد ثقل تبعات الالتزام بالخط التحريري المستقل المنحاز لليمن الكبير بعيدا عن استقطابات المشاريع الفئوية والجهوية في عامها الخامس كشفت القناة عن خطة لتطوير برامجها شكلا ومضمونا من خلال تدشين دورة برامجية جديدة تضم برامج ميدانية من تعز وحضر موت ومأرب ليصل عدد برامجها إلى 17 برنامجا منها خمسة برامج ميدانية كما ستشهد شبكة المراسلين توسعا بما يضمن مواكبة أفضل للأحداث وتغطية كاملة للجغرافية اليمنية وإتاحة الفرصة لأكبر قدر من الشباب اليمني للالتحاق بالقناة بما يضمن التنوع الذي تلتزم به بالقيس وتحافظ عليه السوشال ميديا الشاشة الرديفة وأحد أبرز وسائل الوصول إلى المشاهد وأكثرها قربا منه هي الأخرى ستشهد اهتماما أكبر خلال الفترة القادمة بما يتيح مساحة أوسع للوصول إلى جمهور القناة ونقل تفاعلاته وتسهيل عملية الوصول للمحتوى الذي تبثه القناة للجمهور جهود كبيرة تبدل خلف الشاشة رغم التحديات والصعوبات لا سيما في الداخل حيث يشكل انقطاع الكهرباء وضعف خدمة الإنترنت أكبر التحديات إلا أن الفريق الفني يفذل قصارى جهده لتظهر الصورة للمشاهد بشكل أفضل رغم التحديات وكبر المسؤولية ستشهد بالقيس في عامها الخامس تطورا في المحتوى التحريري والبرامجي والقوالب الفنية لتبقى دائما صوت اليمنيين المعبر عن تطلعاتهم ومعاناتهم